ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز اجتماع مجلس إدارة الشركة حيث استعرضت الإدارة التقدم الحاصل في تحقيق الأهداف التي تم اعتمادها مطلع العام الجاري وأشار اسموه بجهود الشركة المبذولة في سبيل تطوير قطاع الطاقة في المملكة بما يتوافق مع رؤية جلالة الملك المعظم وتطلعات سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء للنهوض بهذا القطاع الحيوي وأثناء سموه على مساعي وجهود الشركة الماضية قدما نحو التطوير والعطاء مثمنا الدعم الذي تقدمه اللجنة العليا للطاقة والمصادر الطبيعية للشركة القابضة للنفط والغاز وافتتع سموه الاجتماع بالإشادة بفعالية دور مجلس الإدارة في توجيه الشركة خلال العام بما يتوافق مع أفضل الممارسات والأساليب المتبعة عالميا في مجال حوكمات الشركات كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز مخرجات ونتائج تقرير الإدارة التنفيذية لربع الأخير من العام 2022 والذي يتناول آخر مستجدات الشركة وإنجازاتها إلى جانب مناقشة الخطط التحويلية لعدد من المشاريع الاستراتيجية وتم التطرق بشكل مفصل للتطورات الحاصلة في مشروع تحديثي بصفات شركة نفط البحرين بابكو لما له من أهمية كبرى في خدمة قطاع التكرير محليا وإقليميا وناقش الاجتماع سياسات الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا كجزء من جهود مجلس الإدارة لمتابعة تحسين وتطوير الهيكل التنظيمي للشركة القابضة للنفط والغاز ومنها اعتماد الإطار الموحد لسياسات وممارسات الموارد البشرية بما يدعم توجهة تنمية رئيس المال البشري في الشركة كما وشدد سمو خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل بجهود موحدة في المجموعات لرفع الكفاءة والإنتاجية وركز الاجتماع على مستجدات الشراكة مع مجموعة بوستن الاستشارية بهدف تطوير استراتيجية الطاقة الوطنية وتنمية الاستراتيجية التحويلية بالإضافة إلى خلق نموذج تشغيلي فاعل كما أشار سموه لضرورة وضع أدوات جديدة وتبني منهجيات عمل مبتكرة لإدارة المخاطر المالية والتي من شأنها تأمين الاستقرار المالي للشركة في ظل التغيرات المتواصلة في الأسواق العالمية كما تطرق المجلس لمناقشة نطاق عمل الشركة الاستشارية لازارد المكلفة بإعداد الخطة المالية للشركة لتمويل المبادرات النوعية والمشاريع للسنوات المقبلة وأقر مجلس الإدارة خلال الاجتماع خطة الميزانية المحددة للعام المقبل إلى جانب مصادقة مجموعة من القرارات المتعلقة بتطوير مشاريع نوعية وسياسات جديدة تحسن أنظمة العمل المؤسسية مع التركيز على المبادرات والخطط التي تتوافق مع خطة مملكة البحرين لتحقيق الحياد الصفري وتطرق سموه خلال الاجتماع لمناقشة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مشيدا بالجهود الحثيثة التي بذلتها كافة شركات المجموعة في سبيل تطبيق وتبني ركائز الاستدامة تماشيا مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وخطة التعافي الاقتصادي